اه يعني مش محتاجة عمل مقدمة شوفنا محظوظ الفنان محمد طعيمة اللي اول كده ما بتشوفه بتضحك هو وشه بيتحك فنان موغوب فنان كوميديان من طراز خاص جدا شوفناه في مسلسل خلصانة بشياكة وكان ليه دور في برنامج البلاتو مسلسل كمان الوصية وممنوع الاقتراب او التصوير واعمال تانية كتير وليه مسلسل كمان بيتعرض دلوقتي هنعرف طبعا ايه الجديد اللي بيتجهز له هنعرف ايه اللي بيتعرض له دلوقتي اهلا بيك الفنان محمد طعيمة اهلا بيك يا مام مرسي على المقدمة الجميلة دي وانا مبسوط ان انا معاك وعلى تن وصباح الفل على كل المشاهدين انا مبسوطة بك جدا جدا ولو احنا قلنا الممثل الكوميديان محمد طعيمة تحب ان انت تتصنف كده ولا حابب ان انت تكون حر يعني بص هي الكوميديا منحة كبيرة قوي وحاجة عظيمة ان الواحد يبقى كوميديان ويدحك الناس ويتحط في المكانة دي لكن الممثل دايما عنده حتة طمع اللي هو انا موجود وقدر اعمل اكتر من دور واكتر من شخصية وبتبقى متعة ان انا اعمل اكتر من حاجة لكن الكوميدي انا شايف انها منحة منحة الهية ولازم اي ممثل ما تدايقش لو انا بيحطوني في حتة الكوميدي ما تتحط في حتة الكوميدي دحك الناس وافضل موجود وبعد فترة يعني انا عايز اصور على ده او عايز ادور على حاجات جديدة بس بعد فترة ما عنديش ازمة ان انا يعني الناس حطاني في حتة ان انا بدحك محتاجة شوية انا عارف انت طبعا انت معجون فن معجون تمثيل انت بتدرس في المعهد معجون فنو المسرحية احكي لي بقى الفن بدأ معاك من امتى لا ده حاجات فضيعة ده من فن طفولة مثلا اه ده بتلاق ده من زمان جدا يعني اه ده من الطفولة طبعا وكنت بمثل بس ما عنديش الاجواء بتاعت المرايات اني ما كنش بقى في ده من مراية وامثل وحاجات زي دي اه بس كنت متابع جايد للأفلام متابع جايد للإفهات متابع جايد حتى للدراما الحاجات اللي فيها عيات وفيها تراجدي عالي وكلام من ده فبدأت الحكاية معايا من هنا وبعد كده مصرح مدرسي مصرح ثقافة جمهرية مصرح مصرح مستقل مصرح الدولة طبعا لأ يعني من 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 زمان منذ نعمة اذافري يعني نعم 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 هل فيه اي حد من العيلة شغال في الوسط الفني العيلة المقربين اوي لا بس هي عيلة طعيمة عامة مشهورة طبعا وعلى رأسها طبعا الشعر الغنائي والمنتج الفني والرجل الجميل امير طعيمة اوه وفي ناس كتير ايسي على طعيمة حتلاقي طعيمة 对ي امير طعيمة قريبك من نفس العيلة اي هي نفس العيلة طبعا ده يشرفني بس يعني الارباب بعيدة اللي هو أولاد العمومة من من الابن عم 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 عمي حد عشر حد كده بلنا في مبقى حاجه كده اوه مش كده طيب انا لاحزت حاجة لاحزت انه الممثل اللي بيكون مدصنف كاميدي او كاميدي فترة طويلة اوي أما بيجي يعمل دور تراجدي بيبقى عبقاري فيه أنا عايز عرف إيه السر ولحظتها في أكتر من حالة في الحقيقة أول ما بيبتدوا يعملوا تراجدي بيخدوا الناس من كتر اتقنهم للدور يعني من كتر بيبقوا مؤثرين الصدق دايماً الكوميديانات أكتر ناس عندهم جانب مظلم الناس ما تعرفوش وجانب درامي في حياتهم الشخصية وما هواش طول الوقت يعني مدحكاتي وما هواش طول الوقت بيدحك ولا بيقول إفهات في جانب كده غامق فلما بيصدق يجي دور يطلع هذا الجانب اللي فيه بقى تراجدي ووعيات وطاقة حزينة لأنه هو أكتر حد بيدحك أكتر حد أكتر حد ممكن يخلي الناس تبكي أنا عن نفسي فيه مسلسل أخير بتعرض لي حالينا اسم مطاقة حب بطولة أحمد حاتم وأنوشكة وطبعاً يسرى اللوزي وساس ساميم غاوري وناس كتيرة يعني أنا نجوم كتار جداً والعبد لله فده عندي فيه كم مشهد برضو عمل حاجة بس عندي فيه كم مشهد جد أنا نفسي طاقم طاقم التصوير كله الكرو كله تخض لأنه لما جيت عملت المشهد التراجدي حتى مخرج العمل نفسه بفاجئ حاسيت إن اللوكيشن كله في حاجة لو إيه ده شفت أنا أفاشتك أيوة بجد أنا نفسي اتقصرت جداً يعني حتى بعدها كان عندي مشاهد كوميدي في نفسي اليوم أنت يعرف إحنا بنصور أكتر من حاجة يعني فيش ترتيب مشاهد لأ أنا نفسي اتقصرت نفسي طلبت قلت للمنفذ المخرج المنفذ قلت له يا ريت ما نعملش حسام تاني النهاردة بعد ده ما لاش بلاش أعمل الحاجات اللي فيها لأنه مش قادر طاقتي كلها راحت في المنطقة دي والناس كلها عدت المشهد ده كذا مرة أو هو وان تيك؟ عدت وكده إحدى المصورين طبعاً حبيبنا حبيبنا طبعاً طبعاً فكاد فيه طبعاً وديت تحصل دايماً طبعاً غزباً يعني كاد فيه مشكلة في الإضاءة أو مشكلة في بقولك إيه؟ دي بتفصل جداً البكر الطبيعي بتاعي كله والطاقة سواء في الضحك أو في التراجدي أو في الدراما آه يعني أنت أقوى أقوى حاجة أول طلع أول طلع عندي فيها أصدق حاجة يا خبر مع الوقت ومع الخبرة تعلمت أن الإعادة فيها إفادة لأن أنت يعرف إحنا بناخد برضو الشوت أو المشهد زوايا مختلفة دايق واسع فلازم أحتفظ بطاقتي في كل ده وجود آه يعني أنت لما بتوعد تاخد المشهد من كذا زاوية يبقى أنت كده كده هتعيد لازم أعيد آه التقي قام يعني أنا بيبقى عندي مثلاً طموحي مثلاً أشتغل في عمل في 15 كاميرا اللي هو أخداني من كل حدة فما اضطرش أن أنا عيد المشهد تاني يطلع بطبيعته ويطلع زي طاقة أول مرة وإحساس أول مرة بس طبعاً ده طموحي طيب فرقت في إيه بقى أن المصورين يقولوا لك وقف مع أنتما الزاوية مش مش لونج مسلاً يعني بقول للنس تفاصيل ممكن للنس لا تفهمه بس زاويته اللي هي أكتر يعني أكتر كاميرا مهمة بالنسبة لي الزاوية بالنسبة لي دلوقتي خلصانة بالشاك وأحمد ميكي أحمد ميكي عبقاري يعني طبعاً هنا شغال أداء كاركترز لما عمل الكبير قوي أنت بتتكلم مش عرفة خمس كاركترات فونتاس كاركترات فونتاس كاركترات فهنا زي ما أنت قلت فحكي لنا بقى عن كواليس العمل مع أحمد ميكي فنين متعدد زي أحمد ميكي وشام ماجد بصي أولاً ميكي طبعاً مبروك المسرحية الجديدة بتاعتك ومكسرة دونيا عمال عرض اسمه حزل قوم بيعرض حالياً في الرياض في المملكة العربية السعرية رهيب حزل قوم رهيب طبعاً هو كاركتر أساساً عقري فتخالي ده لما تعمل مصرح وأكيد ان شاء الله يتارد في مصر فمبروك يا ميكي وحشتني جداً طبعاً عمل مع ميكي ممتع بكل الأشياء أولاً بتستفدي من خبرته من خبرته كممثل ككوميديان عنده تكنيك وعارفه بيعمل إيه كويس قوي وكمخرج حتى لو هو ممثل زميل هو مخرج أصلاً فعلاً طبعاً حتى لو ممثل زميل لا أنا استفدت من أحمد ميكي حاجات كتيرة قوي بشوفه بيعمل إيه بيتصرف إزاي مع الكاميرا بيتصرف إزاي قبل المشهد بيتصرف إزاي أثناء المشهد زي ما قلنا في الزوايا المختلفة لا أنا استفدت من أحمد كتير والشغل معاه ممتع وفي نفس الوقت مش من الكوميديانات اللي الواحد يوقف لا هو العيد كان الكواليس ممتعة يعني فاني لا فيها هزار لا غريب لا كان فيها هزار طبعاً بس الكواليس ما كانتش ممتعة لأن المسلسل كان شاق قوي احنا عدنا خمس شهور نصور زي ما انت شايف يا أو زي ما المشاهدين لو حد تشايف المسلسل مصورين في صحراء كتير في صحراء كتير فاخدنا البرد كله واخدنا الحر كله يا خبر واخدنا الشمس كله واخدنا كل الحاجات في المسلسل ده فكانت الكواليس في عندنا لوكيشن معين كده اسمه الحزام لغدر كتير نظمنا بصوره هناك صحيح بس احنا في احشاء الحزام لغدر يعني مسلا بنمشي حوالي مسلا ساعة ونصر عشان خوش حزام لغدر يا خبر يا سيوة مسلا على ابواب سيوة حاجة كده في مكان تاني فلما كنا نقول لبعض مسلا قولي الشام ماجد الشام عندنا بكري حزام لغدر يا حزام لغدر يا ميكي ليه ليه الحزام لغدر ليه حاجات كده فكانت عندنا المسلسل ده تعبنا فيه قوي خلينا نقول احنا ما تقابلنا تقابلنا في عزومة عند كريمة بوزكري يعني المنتجر المتبيز وبيله التحية كيكو صديقي كيما بنصبح عليه بصباح الورد انا لاحزت انك من الفنانين الكوميديينات القليل ان انت في العادي روحك خفيفة ودمك خفيف ما قصدش اسيق للفنانين التانين لكن انا شفت كتير من برضو فنانين الكوميديا في الكواليس بيبقوا شخصيات جدة جد يعني ما بتقعدش تهزر ما بتقعدش تضحك ما بيوقوش اجتماعيين ما بيأكلوش القاعدة لانه خد بالك برضو انت بتشوفوا مثل كوميديا في اداءه بيتهيقلك انه بقى في الكواليس الحياة بيرمكتين اه انما بيبقوا جدين قوي فدي برضو بتفسرها باي هل الجانب المظلم برضو لا ما هوش الجانب المظلم دي مهنة وصنعها حتى الدحك مهنة وصنعها لو طول الوقت الفدنان بذات الكوميديان عمل عنده اسراف في هذه الطاقة في الدحك في اللطافة في اللوكيشن هيخش قدام الكاميرا فاضي يعني دي من خلال تجربة انا الشخصية اه ان هو طاقته فضها بقى ورد كاميرا بالضبط بالضبط وفي نفس الوقت مش كل الكاركترات اللي احنا بنعمل او الناس طبعا معيدا عني انا الناس الجينيدي واسات زيتنا والناس ومهلمي لا الناس دي عندها عمق وعندها شخصية وعندها حياة وعندها مش ايك صحي موش طول الوقت هيضحك ونفس الوقت مش هيبقى اجتماعي مع كل الناس بسهولة ده دي قزمة كبيرة جدا ان الواحد يخش لوكيشن او يخش مكان مصنف انه كوميديان او بيدحك الناس منتظرة منه طول الوقت هيضحك بالضبط صناعة يا جماعة لا تطب اعمل لنا حاجة كده طب قول حاجة كده ايه او لطيف ده ايه ده ده طلع من ازاي ايه 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 انا مش اعمل كده مش طبيع بني ادم في النهاية اه ده حقيقي الجنب المظلم بقى عند محمد طايمة قوليلي اه جنب المظلم ارجوك ايه ما احزي تعرفت عني انه اللي بيخلي الممثل الكوميدي لما بيتحط في مشهد تراجدي او دور تراجدي بيبدع عكس ما بنامتوقعين ان هو دايما عنده جنب مظلم في حياته اين هو او ايه هو الجنب المظلم في حيات عامل طايمة لا نعمله فاقرة تانية بقى لأ دي جنب الدرجات دي اصعبانيات اوي يعني اوي لا ايه اللي احنا من صباح الخير وصباح الوارد مش كده والحاجات اللطيفة انا بحيب ادخل في العمق دايما انا بحيب ادخل في القمر مهب اهنسي وعلى قناة تن الجميلة وجمهور تن الجمال يعني هنقول للناس لي حاجات فيها طيب حاجة توت كده انازل دمع من العين دي اعمل ايه لا يعني ممكن تقوله لا عندي جوانب عادية يعني عندي ناس بتعيش وناس بتنموت وبأكل وبأشرب حاجات عادية ولما بأتش بأشرب ولما بأزعل بعي كل الأجواء البشري يعني كل الحاجات التصرفات الإنسانية بأعملها شخصية أنا شخصية وقعتني متضحك الشخصية محمد علاء في الواقصية الزواقة اللي هو شغلته زواقة لها بيأكل بسكوتو وللوقت قدو بيأكل حاجات غريبة بيأكل حاجات غريبة قوي وهي دي شغلته موظف محظوظ جدا برغم نوش شو حاجة خالص وكل شوية تجيله أوفر زي احنا شايفين هو الكواليس دي صورة من الكواليس كمسلسل فضيع فقري طبعا مش كده هو مش عشان أنا شاركت في قوام لكن ده بقى كواليس كوميدي طبعا طبعا كواليس عظيمة لأن أولا المسلسل كقصة وكأحداث وكلوكيشن برضو بسيطة ولطيفة والناس تقدر تعيش فيها شركات وفيلا وبيوت فما ينش زي مثلا خلصانة بالشياكة في الصحاري والوديان والحاجات فده شوية كواليس ولطيفة طبعا ده غير أحمد أمين ده صديقي الشخصي وغير طبعا أكرم حسني حبيبي وصديقي الناس دي مش ممكن يعني مش ممكن طبعا مدى العمق الإنساني والثقافة والفن طبعا ومدى التفاهة بقى صحيح لازي يشوفيها تفاهتها ممتعة يعني أصلا أكرم حسني يعني يمكن أكرم عشرة عمر في الحقيقة طبعا وما بدأنا شغل مع بعض في 2004 هو رهيب طبعا أولا أنا بحس أنه ده اللي أبدع الألش يعني شوف من 2004 أيوة أيوة مالك الألش جدا يعني هو اللي أبدع هو اللي بدع الألش وبعدين عنده موهبة هذا كان لازم يمسق يعني هو داخل عالف نوعي يمسق لازم يمسق يعني هو التمثيل أه أه والناس يمكن ما تعرفوش أنه أبو حفيظة كاركتر أبو حفيظة دي 100% كان أكرم حسني يعني أكرم كان رسم الشخصية بالشكل ده أيوة طبعا أكري يعني رهيب وكتابة في الأول كان هو اللي بيكتبها إنسان عظيم احكيلي بقى عن الكوالي اسم أكرم حسني أكرم حسني من أكتر الناس على المستوى الإنساني اللي حبيتهم وحبيت شغل معاه وحبيته هو كشخص ودايما طول الوقت أنا متابع لي كفانز وكصديق ودايما داعم لي حتى لو عمل شغل أنا مش موجود فيه ده بالنسبة لي من هنا أبيض قوي مش ممكن يعني في الوسط الفني أو في جميع الأوساط عشان ما طالعش الوسط الفني والإعلامي إن الناس عاملة كده كل الأوساط الناس بتبقى فيه منافسة شارسة وبذلت اللي تحت النور بتبقى الحاجات فيها صعوبة أكتر وبينة أكتر لا أكرم لا أكرم دا طفل قلب جميل وفنان جميل يعني أنا بصبح عليه وياريت يكون سامعنا طبعا أنا والجميلة ما هبه ناسي إحنا يعني أكرم أنا بحبه جدا بالنسبة للشخصية محمد علاء في الوصية بصي 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 يا ما الشخصية كانت جميلة قوي ومحظوظة قوي لدرجة إن أنا اتحسدت كمحمد طعيمة على محمد علاء لأن أنا مستكفى في كل مكان في مصر أو حتى في الوطن العربي يا بخت يا ربنا يدينا حظ محمد لحد أنا كمحمد طعيمة حسيت إنه اتحسدت شوية لأن السنة اللي بعدها أنا ما كانش عندي مسلسل موجود في رمضان كان عندي حاجة على اليوتيوب مع المنتج الجميل صفت غطاس بس مش اللي أنا معتادة عليه يعني بما إن أنا بصراحة توقعت إنه أنت بعد الدور ده يعني حتبقى نقطة تحول يعني خد من حظي شوية بس الدني حظ مع الأطفال لأن أنا عندي جمهور أطفال مش طبيعي وما يجعود أفكر ألاقي نفسي أنا ما عملتش حاجة للطفل بس تلاقي الأطفال بيحبوا مثلا خرشد خلصانة بالشيك حبوه جدا لو المختار عبو أبو ساعة ونضارات وبيعمل حاجات وبيحبوا محمد علاء بشكل مش طبيعي دي حاجة تستاعدك إنه الأطفال بيحبوك طبعا ليه هقول لك بقى ليه يا أستاذة كمهنة وتجارة بقى هعيش كتير فجمهوري مثلا لسه أطفال من خمس سنين فعندي مساح لعائل دي لما تبع عندها 25 سنة أو 30 سنة هيفضلوا فاكرين هيفضلوا فاكريني فده جانب جانب التجاري أو جانب اللوال فيه المصلحة جانب تاني مفيش أصدق من الطفل أه دا حقيقي طبعا بقى العيل مثلا أي طفل في مول في مكان طقته وعنيه وحبه ده مش متخيلة معها يعني بيخليكي بيهون عليكي بقى كل مشقة المهنة المشقة النفسية والانتظار والتعب لا ده بيهون جدا 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 وبعد كده لما بتخش علي أسرة الناس مثلا عايزة تتصور أو كذا تقولك ده ابننا عايزة تتصور معك يعني طبعا هبقى سعيد لو الأسرة كلها تصورت بتبقى سعادتي أكبر لما الأطفال بالذات بيبقوا مركزينهم وتصوروا معايا وإفهاتي حتى في حاجات ما بقولش فيها إفهات الأطفال بتبقى حفظة الأسماء اللي بقولها للشخصيات يعني مثلا تقولي مستر أبو نمتيش أنا عشان كنت بقولي أكرم مستر أبو يا أستاذ سيد مثلا مع أحمد أمين فده بيسعيدني قوي نفسك تقدم عمل خالص للأطفال نفسي طبعا ما حصلش أن انت عملت مسلسل أطفال كارتون عملت طبعا عمل مسلسل كارتون هو بطولتي وهو إحنا الحمد لله خالأ أصناء اسمه جوحة سمارت ده لطيف قوي ده تأليف ورشة الكتابة بتاعة البلاتو فيعني مكتوب حلو جدا ومنافس بشكل عالي الجودة يعني والمفترض المسلسل إن شاء الله ينزل في خلال رمضان 30 حلقة هيعجب الناس قوي لأنه كمان مش بيتعامل مع عقلية الطفل بتاعت نحن مرحلتنا نحن كنا غلابة قوي اسمارت جوحة كل ما يهم الطفل أو المراهب في الوقت الحالي الجوحة بقى لما اتطور مع الزكاء الاصطناعي وعصر الزكاء الاصطناعي إيه اللي بتحلم بي تقدمه للطفل أو مشروع معين نفسك تقدمه للطفل والله بشكل عام أنا نفسي أعمل عندي أفكار كده عندي برنامج نفسي أعمله بشكل شخص ده ده للطفل وبشكل عام وللأطفال نفسي تتكتب حاجة تكون زكية تحت كلمة زكية دي ألف شرطة لأن دلوقتي ما ينفعش يتقدم للطفل حاجة بتاعت اخسر رجلك قبل ما تنقل الحاجات دي كلها ممكن تتحط في خلال صياق مش مباشر زكية ولطيفة ممتعة يعني نفسي يكون مسلسل مثلا للطفل ده عملته مثلا إمي إمي السامير مثلا عملت سوبر ميرو أنا شايف أنه مسلسل للأطفال بس ما خدش المسمى يعني ما قدش مسلسل للأطفال يعني ما تمش تصنيفه لأ بس هو حاجة للطفل اللي هو التقديم الزكي زي ما أنت حكيت اللي هو حاجة غير مباشرة ودخلت قلب الطفل على طول بزبط وفي نفس الوقت وكبار على فكرة ما الكبار بيشوفه بيتحكوا برضه صحيح ما أنت اللي بيسوقك للطفل صحيح يا مامي أنا مثلا عايز أخش الفيلم الفلاني أو عايز أكل المنتج الفلاني الأطفال أطفال أحباب والله حضرتك الفنان محمد طعيمة إيه اللي جاي بتصور حاليا حاجة بتحضر حاجة اللي جاي بسي وأنا لسه مخلص مسلسل طائد حب ده إنتاج إسلام أستاذ إسلام المرسي وده مسلسل ديجيتل ده مسلسل ديجيتل ده 60 حلقة ده مواسم ولا هو 60 حلقة خلاص لا على ما أعتقد مش هيبق فيه سيزيون تاني بس إن شاء الله فيه إنتاجات أخرى للشركة وللناس دي ناس محترمة وجميلة برضو بتقدم حاجة هادفة ده زي ما قلت بطولة يوسرا اللوزي وأحمد حاتم وأنوشكة وشرين مع طبعا الاحتفاظ بالألقاب وخلصت فيلم تسليم أهالي مع دونيا سامير غانم وشام يجيت طبعا وشام محشن جدا معني كان شغلي مش معاه بس أنا مبسوط إن أنا عملت ده مع دونيا ومع سامير مش شارك في فيلم ده خلاص تصويره وضيف شرف فيلم شريط ستة مع محمد سلامة والأستاذ خالد الصاوي ومجموعة جميلة من الشباب رمضان الجاي بقى أقويل بقى أقويل بقى يا ما مفيش بقى يعني مش عايزة أقول حاجة ما ما مضتش ده هي كلها كلام يعني لسه بنتكلم أو اتفاقيات إن شاء الله ربنا يقدم لك اللي في الخير ربنا يقدم لك اللي في الخير وبالتوفيق ونورتنا وأنا سعيدة بيك جدا وأنا متأكدة إن أنت حتكسر الدنيا الفترة اللي جاي ربنا يخليكي وأنا لسعيدة إن أنا موجود معاكي وعايزة أقولك إن أنت هايلا مش عشان موزيعة فقط لعشان بتعرف تصحي كل يوم الصبح أيوان ده ده عمل بطولة بالنسبة لي حاسس إن أنا شخص مش موجود في الوجود فأنا مبسوط إن أنا كنت معاكي النهاردة وأتمنى تتكرر كتير بشكرك جدا جدا وأكيد هتتكرر كتير وأسعدتنا جميعا وأسعدتني أنا شخصيا الفنان محمد طعيمة بشكرك على حضورك النهاردة ونورتنا في صباح الورد مرسي شكرا مشاهدينا طبعا ده ختموها ميسك وخير ختم كان مع الفن ومع الفنان محمد طعيمة كده وصلنا لهاية حلقتنا من صباح الورد بكر إن شاء الله حيتجدد اللقاء ساعتين من قبل دلوقتي فقط وحصريا على شاشة قناة تاني